اشتركوا في القناة وعشان الفرقة وعشان النادي وعشان احنا بنحب النادي ونعش اقتراب النادي فارجوكوا ركزوا معنا في الكلام بلحظة في حلقة النهار المهمة بالنسبة لي قوي تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة سؤال الحلقة بيقولك ايه بيقولك في رأيك كيف يتجاوز الاهلي الخسارة من بيراميدز ويستعد الانهائي كاس مصر وحنا عندنا مطش بقى مصيري جدا المبراطة اهلي وزمالك نهائي كاس مصر وحيكون ايضا عندنا كلام كتير جدا عن المبراطة دي بس النهاردة لا النهاردة فيه انتقاط وبكرة هنبتدي نتكلم عن مطش كاس مصر فهنتظر تفاعل حضراتكم النهاردة معنا من خلال سؤال الحلقة على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وحناخد تفاعلكم في الجزء الاخير زي ما احنا متعودين دايما خلينا نشوف العنوين وابرزها ايه يلا بي في ترند الاهلي الفريق راح اليوم ويبدأ الاستعداد غدا لنهائي كاس مصر وكمان الاهلي يدخل معسكرا مغلقا السلساء وفي الترند العالمي بايرن ميونيخ رونالدو ليس مناسبا لنه النهاردة في بعض المباريات في بطولة الدوري حقولها لحضراتكم مباريات مهمة للغاية ساعة 6 ونص حيكون مطش الجونة مع طلاع الجيش في نفس التوقيت حتكون مبارات سموحة مع البنك الاهلي وهي طبعا مبارات الجونة مع طلاع الجيش هي اهم بالنسبة للجونة لان الجونة يعني عايز يهرب من صراع الهبوط طلاع الجيش ماشيين بشكل اكثر من رائع بقالهم عدد كبير او مبارات ما بيخسروش بصراحة مع الكلة مطاري عشري فالمبارات دي حتكون قوية المباراة الاخيرة مباراة حتكون الساعة 9 ما بين المقاولين وسيراميكا كليو باترا وهي مباراة ايضا مهمة لنادي المقاولين دي اهم وابرز المباريات النهاردة في بطولة الدوري المصري بعد الفصل كلام مهم مقاوي ستنون اهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة لو طلعنا نقول معلش وحصل خير وان شاء الله القادم افضل وكلام من ده يبقى احنا منهارك لو طلعنا وحطناش ايدنا على الاخطاء والسلبيات الموجودة يبقى احنا مش همبنا مصلحة الاهل بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح والكلام اللي جوه قلبي ومشو والله ما بعرف اعمل غير كده خالص خالص يعني فعشان يكون فيه تصحيح لازم نحط ايدنا على الاخطاء عشان الدنيا تتظبط وتتحسن لازم نبقى عارفين سلبياتنا كويس جدا والله حتى لو خدنا التلات بطولات المحلية السنادي انا بقولك اهو لو ربنا كاتب لنا ان احنا ناخد الكاس يوم الخميس وان الزمالك يتعصر في بطولة الدوري وتقدر انت تكسب كل مطشطك ال 11 المتبقية وتاخد البطولة وتاخد الكاس الجديد والله برضو لازم يكون في تصحيح الاخطاء الموجودة والسلبيات اللي موجودة وخلي بالك انا حتكلم في اكثر من شك اكثر من شك حتكلم فيه لما حتيجي تتكلم على قدارة النادي الاهلي الناس دي قلبها على النادي والناس دي شغالة وانواسق ان هما هيصححوا ومتأكد ان هما حطين ايديهم على السلبيات انا متأكد من كده لا اصل لازم لازم يبقى عارفين سلبياتنا عشان نعالجها هنقول غير كده يبقى احنا كده بنهزر هنقول كلام تاني يبقى احنا بنكل عيش ولا مش بعرف اعمل كده فالناس اللي موجودة الناس اللي موجودة دي انواسق كويس جدا ان هما بيعشاؤوا طراب النادي وواسق كويس جدا ان هما حرسين اشد الحرص على ان هما ينجحوا مفيش حد عايز يفشل على مدار الفترة يفاتي كلهم نجحين هما يدروا يحاول انجازات كتير جدا للنادي ادروا فترات صعبة كتير جدا ان هما يحافظوا على مبادئ واقية من النادي لكن دايما اللي حصل بيبقى في الماضي اللي جاي دايما هو الاهم جمهور الاهلي عايز بطولات فعشان اقفل الحتة دي خالص قبل ما حد يتكلم فيها ما عنديش ظرة شك فأي واحد جوا النادي الاهلي وما دا حرصه على انه يصحح السلبيات وان احنا يكون عندنا فرقة تقيلة جدا خلاص وشغالين واخدين خطوات اتطمنوا من ناحية دي تعالي بقى عالجانب الفني كفرقة ها عندنا مشاكل عندنا اخطاء كارثية والاسوأ من كده ان ما عندناش روح في الملعب انا عجبني ببارح تصريح الرجل سوارش قالك انا ما عنديش مشكلة ممكن تتقبل الخسار بس ماش قادر اتقبلها بالشكل ده انا عجبني منطقية الرجل ووضوح وصراحته ما اصلي بصوا هي كرة في الاول ايه ماكسب وخسار الرياض عمت ماكسب وخسار بس اوحش حاجة في الخسارة انك تلعب وتبقى نازل خسران اوحش حاجة في الخسارة عند جمهوري النادي الاهلي انك في اول ربع ساعة تبقى حسس انك مش هتجيب جول وحسس انك مش هتكسب انا واحد من الناس كان متصدر لي الاحساس ده كان جواي الاحساس ده احنا مش عارفين مش عارفين مش عارف نكسب النهاردة مش يومنا لا وخلي بالك كلمة مش يومنا دي لما تكون انت بتروح على الجن ومش موفق لا النهاردة اصلا احنا ما جناش النهاردة اصلا احنا مش موجودين النهاردة اصلا احنا خارج الخدمة تماما تماما والواحد في الحياة اما كان نصدق اما كان نصدق الفواءان اللي حصل في ماتش فيوتشر والاداء المبهر والنتيجة العظيمة اللي عملنا في ماتش فيوتشر قلنا هب خلاص الأهلي فاء اللي جاي بتاع الأهلي اللعبة فائت فيه شغل فيه أفضل جاي لنا وكانت مع نوياتنا في السماء وقلنا حننزل ناكل بيرامتز في الملعب حناكلهم ونخش على مطش إذا ما يكن نخلص هو ده للواحد كان حاسس بيه والجمهور الأهلي كان حاسس بيه وكان فيه تفاقل كبير جد لكن إن برحت صدامنا بالعكس تماماً 180 درجة اللي شفته في مطش فيوتشر انت شفته عكسه في مطش فيريميدز 180 درجة فبما إننا بنتكلم على الشك الفني رقم واحد أنا مش هقدر خالص أعلق على المدرب ليه؟ الرجل بقى له 70 في النادي زي ما قلنا بعد مطش فيوتشر حتى لما عمل مطش كويس قلنا برضو ما ينفعش نقايمه آه فيه بوادر وفيه مؤشرات بس ننفعش نقايمه لأن لسه الرجل داي تالك تالت مباراة ليه؟ النهاردة بنقول بعد رابع مباراة ليه وبيخسر والأداء كان وحش ما نقدرش نقايمه يبقى إحنا ما نفهمش كورة خالص فاركن المدرب على جنب لكن تعال لي بقى عند اللعيبة مقدرين جدا يا جماعة وعننا رسالتي لعبة النادي الأهلي يا رجال إحنا مقدرين جدا جدا مدى الإنجازات اللي حققتوها للنادي الأهلي مقدرين قوي وإنتوا بالنسبة لنا أعظم لعبة في مصر والإنجازات اللي انتوا حققتوها كانت في السابق خلصت عدت فأنا بقول لكم أنا بقول لكم مهم قوي إن انتوا تلحقوا نفسكم وتلحقوا اسمكم اللي سترتوه في تاريخ النادي الأهلي لأن البطولات في الأهلي بتبقى في خبر كان هتعتمد وحتلعب على إنك جبت اتنين أفريقيا وجبتلي اتنين سوبر وبرونزيتين كاس عالم مكلام من ده على عينيه على راسي وشغلك وليك كل التقدير ده على راسنا ما فيش مشكلة لكن خلاص اللي فات خلص إحنا في اللي جاي الحقوا اسمكم في الأهلي الحقوا اسمكم في الأهلي في ماتش فيوتشر الواحد كان محتر يختار من نجم الماتش كش عارق مش قادر أحدد اللعبة كلها إيه ده إيه الحلاوة دي اللعبة كلها جامدة اللعبة كلها عاملة ماتش ضرب نرقح إحنا إيه الجمال ده فماتش بيراميز مش عارف أقول مين أسوأ متاني مش عارف أقول مين أوحش متاني الحداشر اللاعب بالبودلة سيئين سيئين مجوش ليه؟ لأن ما فيش روح ليه؟ لأن ما فيش إصرار ليه؟ لأن ما فيش قتال عكور صح؟ ولا أقول حاجة عكس اللي حصلت مبارح؟ ها؟ لأ صح؟ فده أمر غير مقبول آه ممكن نتقبل الهزيمة لما نكون عاملين كل اللي علينا ونطلعين يعني كل مجهودنا وعرقنا في الملعب وقتل على كل كورة ممكن ساعتها نقول إحنا مش موفقين لكن إحنا مبارح 11 واحد في الملعب مش بيعملوا حاجة مش في يوم مجوش الملعب تمام؟ فرسالتي لنجوم النادي الأهل اللي لهم مني كل التقدير والإحترام على كل الإنجازات اللي حقاوها وهم لعيبة كبار ولعيبة مميزة مختلفين على كده؟ لا إلحقوا اسموكوا جوه الأهل والتواجد في الأهل في حد ذاته نعمة إنك تبقى موجود في الأهل دي نعمة لازم تحافظ عليها تحافظ عليها إزاي بتركيزك في الملعب بس تحافظ عليها إزاي بالاستمرارية في تقديم الأداء المميز تحافظ عليها إزاي بإنك تعمل كل اللي عليك في الملعب والتوفيق ده بتعلم أول عز وجل غير كده يبقى أنت بتأثر في حق نفسك غير كده يبقى أنت بتقلل من فرصك في الاستمرار داخل النادي الأهل اللي هو التواجد جوه المنظومة بتاعته في حد ذاتها نعمة لا تقدر بسمن نعمة فإنت لازم تبقى يعني إيه تحاول تحافظ عن نعمة دي وإحنا أول ناس لما بتعملوا كل اللي عليكو بنتلع نشيد بيكو بطريقة كبيرة جدا وبنديكو حققك لكن اسمحوا لنا اسمحوا لنا يعني لما نكون وحشين لا حق جمهور الأهل إنه ينتقط وبالمناسبة أنا النهاردة حنتقط النهاردة الفرقة يا جازة من بكرة حتكلم عن مطش الزمالك من بكرة احنا عندنا بطولة كبيرة جدا بطولة نهائي كاس مصر حنزق الفرقة حنزق الفرقة وحنديهم دافع وأكبر دافع بالنسبة لهم جايلكو فرصة من ذهب إنك تكسب نهائي كاس مصر تنسينا مطش بيراميز تكسب نهائي كاس مصر هتفرق معاك بشكل كبير جدا فيما تبقى من مباراة في بطولة الدورة معاك بشكل إيجابي ومع الزمالك بشكل سلبي فدي فرصتك دي فرصة لعيبة النادي الأهلي الرجالة لعيبة النادي الأهلي الكبيرة لكن لازم يكون في تقبل لانتقاد جمهور الأهل وأنا بيعجبني أولا لما يكون الانتقاد بغرض التصحيح وخلي بالك بقى دي رسالة الجماهير النادي الأهلي بما إننا نتكلمنا على الشق الإداري واتكلمنا على الشق الفني نتكلم دلوقتي على جمهور الأهلي ودوره اللي مش محتاج إن إحنا نوعيه مش محتاج أنا واحد من الناس هو أنا بنتقد هو يا جماعة وأنا في قاتل أهلي وعلى هوا مع حضراتكم الجمهور حقه ينتقد له كل الحق زي ما بيجي الفرقة بتكسب وبيشيلوا اللعيبة فوق دماغهم من فوق لما الفرقة تخسر وكمان تبقى وحشة لا حقهم ينتقد ولكن في فرق ما بين انتقاد بغرض الهدم الهدم وفيه فرق ما بين الانتقاد بغرض التصحيح إحنا هما بننتقد بغرض التصحيح والغالبية العظمة من جمهور النادي الأهلي بينتقدوا بغرض التصحيح فكل واحد له حق الانتقاد عشان يصحح وإنه يتكلم في السلبية على السوشيال ميديا في الملعب الجمهوري بيبقى موجود في أي حاجة فيه ناس كتير جدا بتكتب قراءها مضمونها انتقاد لكن في نفس الوقت بتدي حلول يا فرحتي أنا أعد أنتقد من غير ما أحط حلول قدام الناس أو قدام الجماهير لا لازم يكون بانتقد بحلول طيب هنا الناس طولتا ما تقول لنا عم الحلول هقول لك أنا الحلول أول حاجة الأهلي محتاج تدعمات قوية ألف به الأهلي محتاج تدعمات قوية مش بقول لك الأهلي يغير الفرقة تماما لا طبعا ما فيش فريق كبير يعمل كده عشان بنتكلم صح إن فريق كبير يطلع يجب لك 16 و 17 لعيب ويمشي 16 و 17 لعيب يبقى ده زور ده حاجة مش هتحصل في الأهلي لكن لازم تبقى عارف كويس قوي النواقص اللي عندك في أني مراكز ومش إحنا اللي حنقولها مش إحنا اللي حنقولها فيه ناس فنيين في النادي وفيه ناس شطرة جدا في النادي وفيه كابتن محمود الخطيب وفيه لجنة كورة وفيه شركة الأهلي لكورة القدم وفيه المدير الفني الموجود دي ناس تفهم مننا في الكورة أكتر بكتير آه إحنا ممكن يكون نفهم في الكورة بالمناسبة بس مش حنوم لي عليهم أي حاجة هم قادرة وكل الثقة فيهم بالمناسبة خلي بقى إليك مش معنا إحنا بننتقد أن إحنا ما نستقش في الناس لا دي ناس ليها رصيد دي ناس عملت شغل كبير جدا السنين اللي فاتت وليقول غير كده يبقى جاحد لكن إحنا بنقول إن الأهلي محتاج تدعمات تدعمات إيه بقى؟ طراز أول كواليتي إيه لعيبة من على الفرازة لعيبة ينفع تلعب في الأهل هل ده معناه بقول الموجودين دلوقتي ينفعش لعب في الأهل؟ لا ينفعهم بس نحتاجين يفوق نحتاجين يبقى كده في حالة فوآن عشان خطر الجمهور ده وحيبقى حاجة صعبة قوي على جمهور الأهل إنك تخرج من الموسم من غير ولا بطولة دي حاجة بقى بص بحصلتش من زمان من زمان جدا إن ده يا راجل دي إحنا في أول الألفنات من 2001 ل2004 ما كدناش دوري بس كنا بناخد أفريقيا وكاس مصر وسوبر أفريقي وكلام من ده فإنك تخسر أفريقيا ودوري وثنين كاس مصر في موسم واحد دي حتبقى صعبة على الجمهور الأهل بصراحة فهنا بحاول أنا بقول كده ليه أبحاول أخلاق دوافع عند اللاعبين اللي مفروض إنهم أصلا كده كده عندهم الدوافع بس أنا لازم تفكرهم خلي بالك افتكر اسمك واسم النادي وجمهورك اللي شايلك فوق دماغه واللي شايلك فوق راسه واللي عنده ثقة لحد دلوقتي فيك ودي حقيقة وحيفضل يدعمك وحيفضل يزوءك ويدفعك للأمام ودي سمة أساسية عند جمهور النادي الأهل بس يعمل إيه؟ موت نفسك في الملعب اعمل كل مجهودك في الملعب نفذ خلي بقى أبو كلمة اللي بقولها دي نفذ تعليمات المدير الفني نفذ تعليمات المدير الفني المدير الفني دي احنا جايبينه ليه؟ عشان يطبق أسلوبه وفكره في الملعب دور اللعيب ايه؟ انه ينطبق وينفذ أسلوب المدرب في الملعب ومدوش دعوه بحاجة تانية نجح بقى المدرب بأفكاره وبأسلوبه كان بيها أهلا وسهلا ما نجحش المدرب بأفكاره وإسلوبه يبقى خلاص لكن اللعيب دوره ايه؟ انه ينفذ الأفكار دي مدوش دعوه بقى اي حاجة تانية فالرسالة اللعيبت النادي الأهلي يا رجالة احنا في ظهركوا يا رجالة شدوا حلكوا يا رجالة احنا عندنا سوكة كبيرة جدا فيكم وعندوكوا فرصة دهبية قدام نادي الزمالك فرصة من دهب اكسب المطش ده وانت قادر على كده قادر انك تكسب اكسب المطش ده والدنيا بإذن الله هتتزبط واعمل كل اللي عليك فقولنا رسائل عديدة في الكم ديال اللي فياتوا دور الدور الأبرز دلوقتي على جمهور الأهل اغضب ازعل انتقد بس بتهدمش انتقد صحح ومن بكرة يا جماعة بعد إذن حضراتكم ورسالتي لسه جمهوري النادي الأهلي احنا من بكرة حنقفل صفحة مطش وخلص وعد بكل سلبياته وعيوبه وحنركز بقى في مطش الزمالك مطش بطولة مطش بطولة بإذن الله حد احد حنكسر ويا رجالة الأهلي انتوا لعب يا رجالة وبنحبوكوا وبنصك فيكم وحتجوه لنا كاس مصر مش هتكلم أكتر من كده عشان لازم ندي كل حاجة حجمها الحقيقة هروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكام طيب حد دلوقتي يسألني هل الأهلي فقد بطولة الدولي ردي عليه ان الفرص بقت صعبة لكن ما فقدش البطولة فرصه قائمة والمنافسة مستمرة بس انت دخلت بيرامدز في الحسابات بشكل قوي قوي اللي عمله بصراحة مطش كويس مبارح الحق يتقال تمام مصير البطولة ما بقاش في ايدك وانت اللي عملت في نفسك كده بعد ما كان ممكن في مطش الزمالك نفرق وبالمطشاط المؤجلة وبالدفع المعنوية الكبيرة بعد مطش الزمالك تروح تفرق بثمان نقاط ضيعت الفرصة دي بعد كده لما كان بقى ممكن تفرق بخمس نقاط ضيعت الفرصة دي وبعدين لما بقى ممكن تفرق بنقطتين ضيعت الفرصة دي وبعدين لما كان بقى ممكن تفرق بالمواجهات المباشرة ضيعت الفرصة دي دلوقتي الزمالك بقى فارق عنك بثلاث نقاط مبدئيا في حالة فوزك في المبارات المؤجلة فمصير البطولة في رجل في اقدم وإيد مين نادي الزمالك صح صح هتنتظر تعصر نادي الزمالك إذن المنافسة قائمة لكن مطلوب إيه إن إحنا نعمل كل اللي علينا ونحاول بإذن الله بقدر المستطاع يا رجالة نكسب المطرات اللي جاية بإذن الله وإنت الأهلي تقدر 33 و 30 نقطة متبقين للنادي الأهلي مش عايزين نضيع منهم نقطة وتنتظر تعصر نادي الزمالك وده وارد ليه؟ يعقل الزمالك ماشي بشكل كويس لكن لسه عنده فيوتشر عنده فيراميدز عنده سموحة عنده فرق تقيل عنده الجونة في الجونة والجونة بينفس على البقاء عنده فرق تقيل مش سهل الزمالك واقف على رجله بس المبراد قوية فوارد إنه يفقد نقاط الأهم إنك سيبك من الزمالك خالص دلوقتي وتركز في مطراتك المتبقية فالفرص في بطولة الدوري قائمة ما بقتش قوية بس لسه موجودة ولازم تلعب للنهاية على البطولة وهو ده النادي الأهلي هل؟ طولة كاس مصري في إيدك يوم الخميس تنسي الجمهور ده وتخلينا نقول عكس الكلام اللي قلناه النهاردة خالص تكسب الخميس هتلاقي كلام تاني خالص والروح معنوية تانية خالص وإشادات إيه فكاس مصري في إيدك البطولة التانية كمان في إيدك تقدر فالفرص قائمة بس حتى لو بإذن الله واحد أحد يا رب بنا يكتب لنا إن احنا ناخد التالي البطولات لازم إن احنا نشوف أخطأنا اللي حصلت معنا على مدارة الموسم اللي فات ومصححة هل؟ أو الموسم ده يعني تحديد طيب المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز ثلاثي المقدمة واللي المنافسة ما بينهم محتدمة نبتدي بالأهلي نبتدي بالأهلي الأهلي عنده عنده 11 مطش متبقي الجونة يوم 24 ده اللي بعد مطش الزمالك المقصة يوم 27 الشهر الجاري بعد كيه فاركو في 2 أغسطس الاتحاد في 6 المصري في 10 أغسطس وسترن كومبني في 20 أغسطس بعد كيه مبي 23 أو 24 أغسطس لسه مطش متحددش بشكل نهائي طلعها على جهز 26 أو 27 واسر راميكا آخر مباراة للأهلي في بطولة الدوري يوم 29 أو 30 أغسطس بخلاف المطشين المؤجلين اللي هما ما بين مين الأهلي والمقاولين والأهلي مع اسماعيل المطشات كلها صعبة الآن زمانيك عنده مطشات صعبة وانت كمان عندك مطشات صعبة فدي مطشات الأهلي تعالى مباريات الزمالك الزمالك عنده مين عنده سموحة يوم 24 مطش صعب عنده فيوترام 28 مطش صعب عنده بيراميدز المنافس على البطولة يوم 1 أغسطس ده مطش صعب جدا عنده الجونة في الجونة يوم 5 أغسطس عنده مصر مقصة مطش سهل إلى حد ما يوم 8 أغسطس فرقه يوم 19 اللي التحاد 23 أو 24 أغسطس المصر 26 أو 27 أغسطس وإسترن عندهم 29 أو 30 أغسطس دي مطشات الزمالك تسع مباريات متبقية الزمالك في بطولة الدور تعالى عند بيراميدز اللي بقى في المنافسة بشكل قوي عنده الإسماعيلي يوم 24 يوليو الجاري البنك الأهلي 27 يوليو الزمالك 1 أغسطس المقاولين 6 أغسطس غز المحلة يوم 9 سموحة يوم 19 فيوتشر يوم 23 سيراميكا يوم 26 الجونة يوم 29 أنا بتوقع مجرد توقع يعني أن البيراميدز هيفقد نقاط هيفقد نقاط لأن في مباريات سهلة بيخسروها ونقاط سهلة بيفقدوها لكن وارد جدا الأهلي يفقد وارد جدا زمالك يفقد برضو لأن المطشات كلها صعبة جدا لكن اللي نفسه أطول في بطولة الدوري السنة أو كل سنة أو على منظر التاريخ هو الأهلي والزمالك الأهلي تحديدا لكن السنة دي المنافسة قوية جدا ما بين السلسي نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي خلينا نروح أهلا بحضرتكم مرة تانية خلينا أقول لحضرتكم خبر خاص بالنادي الأهلي وهو يتعلق بالإعلان على أن المهندس خالد مشتاجي حيكونه مثلا الأهلي في حفل الكاف بالمغرب وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف المهندس خالد مشتاجي أمين الصندوق بالصفر للمغرب وتمثيل الأهلي في حفل الاتحاد الأفريكي لكرة القدم محدد له يوم 21 يوليو الجاري وكان الاتحاد الأفريكي يقد أعلن القائمة النهائية للمشرحين لجوائز كاف للأفضل في 2022 حيث ينفس الأهلي على لقب أفضل نادم بينما زي ما حركم شايفين كده على الشاشة بينما ضمت القائمة النهائية لأفضل لعب داخل لقارة أفريكية خمس لعبين من الأهلي هم محمد الشنوي علي معلول أليو ديانج محمد شريف وبرسيتاو لعبات إيلة قوي هيا عندنا وكذلك ينافس الجنوب إفريكي بيتسو المسلماني مدير الفني السابق للأهلي على جائزة أفضل مدير ده خبر مهم طيب نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا استنونا طيب بص بقى احنا تكلمنا على الفرقة وقلنا السلبيات وقلنا الأهلي كان وحش وقلنا كل حاجة صحة ولا لا ماشي لكن غير مقبول وأنا دلوقتي حتكلم بالاسم وبالتحديد عن مؤسسة اليوم السابع غير مقبول أن من ساعة ما لمطش خلص مبارح وعشرين ثلاثين خبر وتقرير سلبي عن نادي الأهل وقبل مطش مهم ما بين أهلي وزمالك فين الفير فين العدالة هي دي العدالة والمصلحة مين وإيه الأهداف وإيه اللي عايزها مؤسسة اليوم السابع ده أمر غير مسموح وغير مقبول بالمرة أنا عارف أن مؤسسة اليوم السابع بتديرها مؤسسة كبيرة جداً في الدولة كامل احترامي وتقديري لها المؤسسة دي ومؤسسة دي أكيد أكيد على مسافة واحدة من الجميع ده أمر مفروغ منه مش محتاج نقاش ومتأكد أن التصرفات دي تصرفات أفراد داخل مؤسسة اليوم السابع أفراد فالمصلحة من اللي بيحصل الهدف من اللي بيحصل ده إيه عايزين تعملوا حالة فتنة يا جماعة بلما نشأ الأهل يوزا مالك ولا هدفكو إيه من اللي بيحصل هدفكو إيه من الأخبار قبل ماتش كبير زي ماتش الأهلي والزمالك لو مطلوب أن يبقى في فتنة فمش هنسمح بيها لو مطلوب أن أنت عايز تهد الأهلي ده مش هيحصل ونساء ده أنت بتحلم إحنا أول ناس لما الأهلي بيكون فيه أخطاء بنقول هاي اللي هي قارات النادي لما حضرتك كمان تنطقت بمنطقية مفيش مشكلة مقبول لكن لما يكون عندك أهداف محددة بتحققها وبتستغل تعصر الفريق في مورات بيراميز وهزيمة زي دي عشان تعمل عدد مهول من الأخبار من بعد الماتش وبالتحديد من النهاردة الصبح لحد دلوقتي وتوقع حضرتك اللي بتتفرج عليها دلوقتي أن الأخبار دي هتستمر فده أمر غير مقبول وغير مسموح وتاني أنا بقول مؤسسة اليوم السابع مؤسسة كبيرة بتدرها مؤسسة كبيرة جدا في الدولة كامل الاحترام والتقدير المؤكد للمؤسسة كبيرة اللي بتدير مؤسسة اليوم السابع وعرف كويس أنه هم مش قابلين حاجة زي كده بس نحن بنقول لهم خلوا بالكم يا جماعة اللي بيحصل ده هدفه أن يبقى فيه فتنة قبل ما ماتش الأهل والزمالك واللي بيحصل ده مش عادل ومش فير والتصرف اللي بيحصل دلوقتي ده من مؤسسة اليوم السابع أنا واسق أنها تصرفات فردية من أفراد منتبعين بقى النادي تاني أهليهم أهداف تانية مش عارف إيه كلام من ده دي ما قدرش حددها لكن في نفس الوقت حيكون غير مقبول بالمرة بالمرة أن يحصل فتنة وأنك تهدم في الأهل بالشكل ده انتقد بس مش كل ساعة خبر سلبي كل نص ساعة خبر سلبي على الأهل أنت عايز إيه أنت هدفك إيه فدي حاجة غريبة فأنا برضو رسلت الجمهور الأهلي خلوا بالكم الحاجات اللي زي دي إحنا هاي يا جماعة ننتقد إحنا هاي يا جماعة نقول سلبياتنا وأخطأنا وغيرنا لو عايز يقول سلبياتنا وأخطأنا في إطار الاحترام أهلا وسهلا بيه لكن خلوا بالكم إحنا مش هنهد المعبد خلوا بالكم لا إحنا قد ننتقد بس إحنا اللي حنقوم الفر وحنفوقها فرسلتي لليوم السابع اللي بتعملوه ده أمر غير معقول وغير مقبول وبعيد رسلتي للمرة التالتة للمؤسسة الكبيرة في الدولة اللي بتدير مؤسسة اليوم السابع يا جماعة خلوا بالكم فيه حاجات بتحصل خدوا بالكم منها من أفراد داخل مؤسسة اليوم السابع كل نص ساعة خبر على الأهلي سلبي والغرض من الأخبار جزي دي إنه بقى فيه فتنة قبل ما ماتش أهلي وزمالك ودي مش عدالة ده مش فير ماشي خلينا نخش على تريند الأهلي ونشوف أهم الأخبار اللي تقلت على الأهلي النهاردة وبتحديد بعد الهزيمة لأن خلي بقى لك بقى الأخبار دي برضو مهمة ولازم نعلق عليها أول حاجة بطولات وحسنهم على تويتر بيقول لك بحضور الخطيب لجنة تقطيط الأهلي اجتماع مع مسلمة مع عفوة مع سوارش بعد الخسارة من هتلاقي بقى ناس بتحول توقتي إيه يعني تبين لك إن الدنيا والعة هي ممكن تكون الدنيا صعبة علينا كلنا بس الناس في النادي أكيد عارفين إزاي يلموا الفرقة وقراراتهم تبقى ماشية إزاي السيستم بيبقى معروف بحالة الهزيمة في حالة الشكل زي اللي احنا شفناه بارح وفي حالة الفوز بيبقى فيه حاجات محددة كده بتتعامل فخلوا بالكم من الحاجات برضو اللي زي دي الراجل ما نحقش أصلا خش على الخبر اللي بعد خاص أول صدام بين الأهلي وسوارش بص بقى أول صدام بين الأهلي وسوارش كده بقولك إن سوارش الراجل مدرب جامد أول بتاع لا باين إنه جامد ولا باين إنه وحش الراجل ما نحقش الراجل لسه بيقول باسم الله الرحمن الرحيم الراجل لسه بيقول يا هادي فحتلقوا حاجات زي دي كتير ناس كتير بتستنى تستغل أخطاء الأهلي أو تستغل تعصرات الأهلي مش هنديكوا فرصة طب أعرض الأخبار دي ليه عشان أقول لكم خلوا بالكم تعال خش على الوطن الرياضي صور التصيح في الأهلي 8 لعبين يقتربوا من الرحيل في سف عشرين اتنين وعشرين دي كلها أمور وردة بالمناسبة في الكورة لكن مش دا الوقت اللي حنقعد نقول فيه إيه بقى مين يمشي ومين ما يمشيش وما يقول للك 8 لعبين تعال قرامات من الخبر حتلاقي 13 لعب وده عبر غير منطقة فالناس النادي أكيد عارفين إزاي يدعموا الفرقة بالشكل الأمثل وده المطلوب ده المهم عشان نخرج من الحالة دي حتى لو ربنا بإذن الله قدر لنا أن احنا أخذ تغطيب بطولات لازم نعالك وده حيحصل اتطمن خش على اللي بعد بعد صناية بيرامدز صورة تغيير في الأهل خلال مواجهة الزمالك من نهاية كأسنة اجتهدت ممكن تبقى مقبولة شو هيقول لك بقى تغييرات في التشكيل فلان حينزل مكان فلان وكما ده جانب تحليلي مقبول ما فيهوش أي مشكلة حلو خش على اللي بعد أول قرار من سواج بعد صدمة خسارة الأهل ده من اليوم السابع من بيرامدز في إطار الأخبار المتتالية اللي بتخرج من مؤسسة اليوم السابع على مدار الساعات السابقة والحد دلوقتي وكل نص ساعة خبر هتلاقي حاجات زي كده كتير على مؤسسة اليوم السابع تحديد أنا مش عارف ليه ومش عارف الهدف ايه ولصالح مين لصالح مين اللي عرفوا ان المفروض مؤسسة اليوم السابع تبقى على مسافة واحدة من الجميع واي إعلام محايد من المفترض أن يكون على مسافة واحدة من الجميع احنا هنا اعلام فئوي لكن لما انت تبقى عامل تقارير واخبار سلبية بشكل متتالي عن نادي الاهلي فده امر غير مسموح بيه على الاطلاق فخلينا اكتفي بالاخبار زي دي وقبل ما اخذ مشاركات حضراتكم هعيد رسالتي قبل ما اخذ مشاركاتكم هعيد رسالتي خلوا بالكم مؤسسة اليوم السابع وانا بقول له حضراتكم وهو بالاسم بتعمل تقارير واخبار متتالية عن نادي الاهلي كل نص ساعة بشكل سلبي قبل مباراة كبيرة ما بين الاهلي والزمالك الغرض الواضح بالنسبة لنا احنا بنقول المشهد ازاي والشكل بيظهر ازاي الغرض الواضح ان يبقى فيه فتنة مش بتاهم بس ده الواضح بالنسبة لنا الواضح ان ما فيش حيادية وما فيش اي فير ما بين الاندية فانا رسالتنا للمؤسسة الكبيرة اللي بتدير مؤسسة اليوم السابع يا جماعة خلوا بالكم عشان دي تصرفات افراد داخل باليوم السابع فخلوا بالكم بعد اذنكم الكلام ده ممكن يؤدي الفتنة كبيرة ما بيننا ديين كبار قبل مباراة كبيرة ما بين الاهلي والزمالك خلينا نروح لتفاعل حضراتكم سريعا على السوشيال ميديا على سؤال حالة النهاردة اهم حاجة ده محمد مصطفى اهم حاجة ما يفكرش في مطش مبارح ويركز في مطش الزمالك لان ده مطش بطولة ليه لوحده وان شاء الله يكون الكاز في الجزيرة فاكيد عدد كبير جدا من الاخبار في الاتجاه ده او عدد كتير من التعليقات في الاتجاه ده ومن بكرة بإذن الله خلاص يا جماعة هنقفل صفحة البيرامدز ونكلم بقى على مطش الزمالك لان ان شاء الله مطش بطولة ورجالتنا رجعت الأهل بإذن الله حيجبونا البطولة دي دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد واجدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج فاستنونا إلى اللقاء